بسم الله الرحمن الرحيم كاف هيعين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهدني لدنك ونيا يرثني ويرث من آل عقوب وجعل رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيانا نجعل له من قبل سبيا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلوت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي أين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبررا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريمين تبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهدى لك غلاما زكيا قالت أنا أكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنذا من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ووز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جريا فكلي واشعبي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت جرى الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عنس بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختنف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك سراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمستك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آليتي يا إبراهام لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وأعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عميا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونالذيناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه آرون نبيا واذكر في الكتاب إسماعي لإنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وارفعناه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهام وإسرائيل ومن من هدينا وجتدينا إذا تكدى عليهم آيات الرحمن خروا سججا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يبقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسنعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هد تعلم له سميا ويقول الإنسان آئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن أحسن أثاثا وليا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال نأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كما سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشعاطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجب عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن وندا لقد جئتم شيئا إذ دنتكاب السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الججال هدا أن دعوا للرحمن وندا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ وندا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آت يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن عدا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما عدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هد تحس منهم من أحد هد تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ميزا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر